الرجال أكثر عرضة للاكتئاب من المرأة حبيبي كشف الدراسات طبية جديدة أن نوبات الاكتئاب الشديد قد تكون أكثر شيوعا بين الرجال عنها وبين النساء إذا ما تم تشخيص العراض بشكل صحيح وتأتي نتائج هذه الدراسة على النقيض من القاعدة المتعارف عليها منذ زمن بعيد والتي تقول أن النساء هنا الأكثر عرضة بنسبة 70% للإصابة بالاكتئاب الشديد بالمغارنة بالرجال طبعا في علامات الاكتئاب عند الرجل وأعراضها يشترك الاكتئاب عند النساء والرجال في الشعور بالحزن أو اليأس أو الفراق الشعور بالإجهاد المفرط صعوبة في النوم أو النوم أكثر من اللازم عدم الشعور بالسعادة أثناء القيام بالأنشطة التي لطالما نستستمتع فيها هناك سلوك آخر عند الرجال التهرب مثل الغضايا الأعراض الجسدية مثل الصداع والطرابات الجهاز الهضمي السيطرة والسلوك العنيف أو المسيء الانفعالة والغضب بصورة غير ملائمة طبعا أنا كنت أقول أن المرأة هي الأكثر يعني الأكثر من الرجال في الاكتئاب بس طلع أن الرجال أكثر من الحريم يعني في الاكتئاب حتى يقولون أنه لما حدث طلاق أسمح الله الحرمة تنسى أسرع من الرجال تنسى الموضوع أسرع من الرجال بينما الرجال ممكن أنه يعني يجيه اكتئاب طويل المدى يعني يحزن فترة طويلة وينطوي على نفسه ويبعد عن أصدقاء ويتجنب الطلعات يعني صديق فيه دراسات أثبتات أن الرجال أو الرجال أكثر عرضة من النساء للاكتئاب أنا صراحة الموضوع هذا شدني كثير 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 أنا كنت أتوقع أن النساء أكثر عرضة من الرجال في الاكتئاب بس طلع العكس والله يكفينا شر الاكتئاب يا رب ويكفينا من هذه الأمور كلها من الشعور بالحزن أو الياس أو الفراق أو الشعور بالجهاد المفرط أو صعوبة في النوم أو النوم أكثر من اللازم الله يكفينا شرهم كلهم علي أنتبه نفسك يعني أنا نصعك نصيحة من الاكتئاب والأمور هذه حتى أنتبه نفسك ترى يخاف عليك والله أنا أخاف عليك وخاف صراحة على صحتك أننا الآن نحن قرينا بيض الله ما دخل صراحة عشان أوعي نعم أوعي الآخرين في هذا الموضوع الله يسعدك حبيبي